اكد سعادة السيد اسامة بن احمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية الحرص على موصلة تعزيز منظومة التنمية الاجتماعية في مملكة البحرين لافتا إلى أن صون حقوق الطفل أحد المرتكزات الرئيسة التي تنصب جهود الوزارة في حمايتها من خلال حزمة من القوانين والسياسات والبرامج التي تدعم هدافها لمسيرة التنموية الشاملة نعم جاء ذلك خلال زيارته لمركز حماية الطفل وبيت باتلك لرعاية الطفولة التابعين لوزارة التنمية الاجتماعية وذلك لتفقد سير العمل والتأكد من جودة وكفاءة الخدمة الحكومية المقدمة في إطار سلسلة زيارات الميدانية المستمرة التي يقوم بها سعادته لمختلف المراكز التابعة للوزارة خلال الزيارة لمركز حماية الطفل اجتمع الوزير بالمسؤولين والموظفين العاملين بالمركز وبحث معهم جملة من الخطط لتطوير العمل إلى جانب آلية تقييم ومتابعة قضايا العنف ضد الأطفال وما يتم اتخاذه من إجراءات حيالها كما استمع الوزير العصفور إلى إجازة حول آلية استقبال المكالمات الواردة على خط نجدة ومساندة الطفل 998 المجاني حيث يعمل الخط بسرية تامة على توجيه وإرشاد الأطفال وتوفير الخيارات المناسبة لحل مشكلاتهم خلال زيارة التفقدية لبيت باتلك الرعاية الطفولة طلع الوزير على الأغسام الرئيسي للمركز والذي يعمل على مدار الساعة والإطمئنان على توفر جميع المستلزمات اللازمة ليبقى الأطفال في بيئة آملة وداعمة لهم